شدد القيادي في تحالف العزم وتقدم لطيف الورشان على أن دعم النازحين مع إنهاء ملف النزوح يأتي من ضمن أولويات التحالف فيما أكد استمرار العمليات الإغاثية والإنسانية للنازحين في عموم المخيمات تم تلبية حاجة هذا المخيم بالبطانيات والمدافع وسوف يلحقها تزويد هذا المخيم بالنفط مبادرات سبقتها في محافظة الأنبار وفي محافظة صلاح الدين وكركوك وديالا هذا إن دل على شيء إنما يدل على حرص تحالف تقدم والعزم على خدمة أهلهم وجماهيرهم وأبناء الشعب العراقي هذا العمل سوف يكون من الأولويات في الدورة السابقة كان لنا دور في إعادة النازحين وتم إعادة الكثير اليوم من خلال الطلاع على المشاكل الموجودة القسم منهم لا يستطيع الرجوع لأن بيته مدمر فلا يمكن أن يرجع إلا أن يكون هناك تعويض له من أجل بناء داره والرجوع إلى منطقته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر